السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايون ماكس برو 200 سي سي المطور الجديد 2022 حكاية من الآخر ويعتبر أقل متسكل في الفئة بتاعته اعتمادي للشغل تابع مع الفيديو نعيك وارجعنا تاني لدايون محرك دايون ماكس برو 200 سي على السياق مش كاتينة الرأس أو غرفة الاحتراك الكبيرة وده طبعا بيساعد على التبريد بصورة أفضل 30% من غرفة الحريق الصغيرة وده ناتج عن كسرة الشرايح المصطدمة بالهوى المقابل واحد بيستم سلندر واحد ضغطة عالي أو كابسة عالي بنزينة 92 ده أفضل حاجة لي يعني التمانين هيمشي ولكن هيترك معاك ترصبات كربونية اتنين صباب على السياق زي ما قلنا نظام التشغيل فيه كربراتير تمام واحد بوجي البوجي التاني احتياطي لي منافيلة زائد مرش لتر ومتين ميلي زيت عشان الناس اللي بتحط لتر واحد آه هيمشي ولكن الأفضل والمدون على المحرك وفي الكاتالوج لتر ومتين ميلي زيت يحتوي على اتنين حداثة واحد اللي فيه البقل اللي فيه البستم اللي عليه دورة التشغيل وحدافة زيادة اللي هي البالانس تيب اللي هي حدفة الاتزان اللي هي بتعمل على امتصاص الزبزبة والاتزازات مع السرعات العالية اللي بنليها في مقدمة المحرك وعشان المكان ده بنحط 200 ميلي زيادة تمام؟ خمس سرعات سعية مفتوحة كله لتحت تبريد هوا مفيش تبريد تاني للمحرك طبعا ده باختصار كل شيء عن المحرك الموتسيكل نازل بشبكة بسلم باقصدام نيكل ده طبعا لو عايز يعني تربط حاجة تشيل حاجة وراك عدد اكبر فبيدي طول للموتسيكل تمام؟ فده برضو من ضمن الحاجات الكويسة جدا في الموتسيكل الجنط الامامي والخلفي مقاس 18 خلفي 18 350 الكويتش الامامي 18 300 عندي نفس الموضوع اتنين مساعد امامي واثنين مساعد خلفي وطبعا الضيوم بيتميز بالياي الطري او السوستة الطرية هتلاقي معك المطبات مرتاحة جدا مع الضيوم ولكن لو شلت وزن عليهم هتحس برزعة في المطب لانها طرية فالسوست قريبة من بعضها ووضحنا الكلام ده قبل كده الموتسيكل نازل بطبلون كامل او عدات كامل ديجيتال مبين فيه او موضح فيه كل شيء من الاشارات للانوار للسرعات الارب ام الغيرات السرعة بتاعتك نازل كمان قطع الكهرباء وضفيرة كل حاجة سهلة السمبل بتاعت زمان يعني اي حد يشتغل فيها ما فيش فاية تعديلات اشارات برضو ورا وقدام لد التعديل ده الوحيد اللي هو في الضفيرة طالع للاشارة بدل طرفين تلت طروف طبعا عارفين الترفين زمان كان ارضي وكهرباء دلوقتي بها ارضي وكهرباء للاشارة وكهرباء نور صغير اللي هو السلك البني فما فيش فيها برضو اختلاف فرامل باكم امامي وعادة خلفي لسهولة التعامل والصيانة نازل برضو بجنط ستة برمأ دبل يعني اتناشر شريحة برمأ في الجنط طبعا ده بيساعد برضو على المتانة للجنط وبرضو الشكل تقريبا دي اغلب المواصفات الفنية الفنوس اللي قدام اللي هو الدبل الجديد انت كده بقى مستني المواصفات اللي انت محتاجها اللي هي مثلا وزن الموتسيكل السرعة الكلام با السرعة القصوى للموتسيكل 100 كيلو بيجيب اكتر في ناس وصلت بيه لسه ناس مكلماني بتقولي او وصلنا بيه 130 و140 كيلو ولكن انا منصحش بالكلام ده لان الكلام ده مفيش وزن يعني انت عندك الموتسيكل ده 140 كيلو تمام بالسوائل بتاعته يعني على الارض مفيش وزن خالص وكل ما تزيد السرعة الوزن بيقل يعني ده خطر جدا جدا لما تزود السرعة تمام عندنا طول الموتسيكل مترين وعشر سنطي تقريبا ارتفاع الموتسيكل متر وعشر سنطي ارتفاع الخلوس من الارض للمطور 18 سنطي وده ارتفاع كويس جدا يعني هتمشي في طرق مكسرة مطباط الكلام ده مرتاح مش يبقى قريب من الارض عرض الموتسيكل 89 سنطي ارتفاع المقعد 85 سنطي طول المقعد وده المهم جدا عندنا متر وخمسة سنطي يعني هشيل واحد واثنين وتلاتة واربعة كويس جدا طب هو الحمول القصوى عليه قدي ايه الحمول القصوى عليه 150 كيلو هم فرضين او فرض وشنطة او فرض وحاجة وراه ولذلك هتلاقي لو شلت اكتر من كده هتلاقي معاك رزعة ولو خدت مطب كويس هتلاقي معاك رزعة في المطبط تمام وراه ليه علاج ده طبعا من ضمن عيوبه ان انت لو شلت عليه تقلي بترزع وراه عشان المساعد بتاعه طري لكن ليه علاج ان انت بتشل المساعد وتحط بتاع الهوجان جنبه لانه ناشف شوية وطويل شويتين كمان عندي كمان استلاك البنزين استلاك البنزين كويس جدا 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 والناس اللي تسأل تقول لك هو المتين بيستهله اكتر من مية وخمسين لا طبعا لان ده متين وده مية وخمسين احنا لما نقول لاتنين مية وخمسين وده بيستهله اكتر من ده نقول ماشي لكن هو الطبيعي المتين هيسحب بس هيسحب سنة ليه عندي لو حطيت سنة دورية ممتازة وبنزين اتنين وتسعين كل حاجة ماشية مزبوط والاحتراق وكل حاجة هنقول اللتر هيماشيني من تلاتين لاربعين كيلو طيب ما تلاتين لاربعين كيلو فوق الممتاز يبقى كده ما فيش استهلاك بنزين طبعا لان المية وخمسين من خمسة وتلاتين لخمسة واربعين كيلو طبعا لان برضه لو خدت بالك الميتين والمية وخمسين سيسيه قطر قريب اوي من بعضه وتاخد بالك من الحتة دي كويس ده كده تقريبا كل شيء على الموتسيكل النهاردة جايب لك مكان بيبيع الموتسيكل ده بقى ايه اتنين وعشرين او اتنين وعشرين خمسمية انا مش كنت اتذكر هو اللي كان لكن ده السعر اللي في المكان اللي انا قلت لك عليه ده لو محتاج الموتسيكل ده ان شاء الله تحت في التعليقات ونتواصل معي بازن نجيبه نقفله نجمعه نشحمه نزبطه مية مية بازن الله ربك يسهر الامور ده كده انت عرفت كل التفاصيل بتاعته التانك الجديد اللي هو السوبر اللي هو بياخد خمستاشر لتر بنزين غير الفايز بتاعه ومعاك حنفية بنزين احتياطي فيها لتر ونص يعني وانت ماشي كده معاك حنفية بنزين فيها ثلاث مستويات تحت عادة فوق احتياطي وقفلي للجام لو انا ماشي على العادة والماكنة قطعت وبطلت مني هقلب احتياطي معايا لتر ونص اقل حاجة خلص هيماشوني 35-40 كيلو لو هيتموصل اقرب محطة بنزين تمام كده ده كده كل شيء كوتش تيبل صورة وقدام تشيل الشمبر وحط المادة شغال تمام جهاز الانظار موجود في وصلة يو اس بي شاحن تليفون اتنين مرايا دي الاكسسورات اللي جاي معاها تمام تمام فده كده حامل تليفون جاي معا حامل تليفون هداية غيار زيت هداية ده مش هتلاقي عند حد في مصر بالامكانات دي وبالهداية ديت وبالسعر ده ضبضوا في امان الله اي سؤال اصدار تحت في التعليقات مانساش الاشتراك في القناة افعل زر جرس عشان صلاة كل جديد والسلام عليكم وانا احنا بكتر